أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أن استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين ستسهم في مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وتعزيز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية بما يحقق تطلعات المواطنين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة المعنية بالقطاع اللوجستي التي تم تشكيلها بقرار من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس وزراء حفظه الله قطاع الخدمات اللوجستية في مملكة البحرين قطاع واسع يلقى اهتماما كبيرا لما يمثله من جسور ربط وتعزيز لعمل كافة القطاعات في المملكة إذ يعد هذا المجال الحيوي الرافد الأساسي لقطاع الاقتصاد بكافة مجالاته واختصاصاته التي اجتملت عليها خطة التعافي الاقتصادي هذا ما أكد عليه المؤتمر الصحفي لاستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية تنفيذ محاور الاستراتيجية والتي تركز على تطوير القوانين والأنظمة تطوير العمليات والأجراءات في جميع المنافذ سواء كانت منافذ بحرية جوية أو برية وأيضا تطوير البنية التحتية اللوجستية سواء كانت في مطار البحرين الدولي سواء كانت في موانئ ميناء البحرين وأيضا المشاريع التطويرية المستقبلية لربط البحرين بالدول المجاورة ما في شك أن أيضا أحد المحاور الرئيسية هي جد بالاستثمارات والتسويق للبحرين واللي قوم بعمل كبير فيها مجلس سنوية الاقتصادية مع الجهات الثانية وإن شاء الله راح نزيد من قوة اتصال وربط البحرين بالخارج سواء كانت ربط بزيارة عدد الوجهات اللي احنا تربطنا بالخارج سواء وجهات لنقل البضاء أو وجهات أيضا لنقل المسافرين وأيضا المنافذ البرية والبحرية فإن شاء الله خلال الفترة القادمة راح تشوفون عدة مشاريع أعلننا عن بعض المشاريع اليوم مثل المشروع المركز الجديد لشحن الجوي هي مطار البحرين الدولي اللي تقريبا بيغطي 25 ألف متر مربع والحمد لله استلمنا العطاءات وإن شاء الله راح يكتم تعيين المقاول في نهاية ديسمبر والزين أننا قبل ما نبني وقعنا مع أخذ الكبرى الشركات العالمية شركة فيديكس عشان تستأجر تقريبا 9000 متر مربع وهذه بيكون شيء جدا ممتاز أن يستقضب الشركات الثانية لهذا المشروع خطط تكاملية وتشارك بناء مع جميع القطاعات والمجالات الحيوية التي اجتملت عليها خطة التعافي ناقشها المؤتمر بإسهاب مبينا الخطوط العريضة لتوجه المملكة نحو النهوض بقطاع الخدمات اللوجستية وجعل البحرين وجهة أقليمية تنافسية متميزة اليوم طبعا أطلقنا استراتيجية القطاع اللوجستي التي يتيه كجزء من خطة التعافي الاقتصادي بالنسبة لحكومة مملكة البحرين بالنسبة لنا في شؤون الجمارك ارتكست خطة التعافي وتحديدا في القطاع اللوجستي على عدة محاور اليوم طبعا كان في حدث كبير قبل هذا المؤتمر الصحفي بالتوقيع على اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع عفق ومع شركة كرمزن لوجيك السنغفورية وهي من أفضل الشركات العالمية في هذا المجال طبعا تطلع من خلال هذا المشروع أن ننقل منصة أفاق الحالية ونعزز تنافسيتها حيث أن هذه البرنامج القادم سوف يحمل العديد من المميزات منها الدكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين وتعامل مع الحجم الهائل من المعلومات كذلك اليوم تحدثنا عن نهاية التحضير والاستعداد لتدشين نظام إدارة الشاحنات في الربع الأول من العام القادم أرقام مبشرة وتوجه يبعث على التفاؤل بيّنته هذه الاستراتيجية التي تناولت في طياتها جميع مواطن القوة اللوجستية التي تتميز بها البحرين وتسعى للاستثمار بها استنادا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها الفاعلة وطاقاتها الإبداعية استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية خطط طموحة ومتكاملة تعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف القطاعات في المملكة لتطوير ورفع جاهزية هذا المجال الحيوي بما يخدم ويرفع من فاعلية خطة التعافي الاقتصادي يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر